تعيد حادثة الاعتداء الحوثية على جامع الصالح بصنعاء جرائم مماثلة طالما شكل شهر رمضان المبارك موسمها السنوي المنتقى بدقة من قبل الميليشيا الإرهابية في رمضان تغضي المساجد أكثر ارثيادا فيما تصدح تراتيل التراويح وصلوات القيام والتهجد من عموم المآذن يعكس حالة عامة على نقيض الهوية الحوثية الطائفية وتعكس جريمة الاعتداء على جامع عمر بن الخطاب بصنعاء وغيره من المساجد شعورا بالغربة لدى الحوثيين أمام شواهد واقعية شديدة الوضوح والقصوة على فشل مشروعهم التشيعي في اليمن يبدو المشهد صادما لميليشيا بدلت كل طاقاتها المادية والعسكرية والدعائية لغرض تفصيل المجتمع على مقاييسها الخاصة ومزاجها الكهنوتي المضاد للهوية الدينية الصحيحة والسوية الإنسانية والعدوان الحوثي على المساجد يستهدف أساسا منح المنتمين للميليشيا الحرية المطلقة بلا حدود أخلاقية لممارسة جرأة الجريمة إلى ما بعد الخطوط الحمراء ولم ينجو مسجد في مناطق سيطرة الحوثيين من الاعتداء العنيف على المبنى والمعنى تفجيرا بالألغام وقصفا بالصواريخ أو بتحويل الرحاب الطاهرة إلى لكندات وثكنات عسكرية مع تغيير الهوية الإسمية للمكان وهناك الفرض القصري بقوة البنادق لأئمة وخطباء من الفئة السلالية المغضوب عليها من كل أفراد المجتمع اليمني ما حول المسجد إلى ساحات حرب ومنابر سياسية تدعو لزائم الميليشيا وتبث هلوساته